بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بار تو رينفورسمنت ديفيلوبمينت لينسز بار كاتوف اند كونتينووتي ريكويرمنتز الشابتر ده بنتكلم فيه أساسا على الديفيلوبمينت لينس وفي الأجزاء التالية حنتكلم على البر كاتوف المقصود بالديفيلوبمينت لينس لازم الأول نفهم اللي بيحصل لما يبقى فيه حديد تسليح موجود جوة بيم عندي نتيجة اللوتس اللي موجودة على البيم بيبقى فيه عندي كومبريشن فورس و تينشن فورس يبقى البر اللي موجودة عندي عليه تينشن فورس طب تعالى نشوف البار ده التالية اللي عليه فيه بوند استرازة بين الحديد التسليح وبين الخرصانة الموجودة ده الفورس ديستريبيوشن اللي موجود على السيخ اللي عندي اللاقي اللي free end بتاعت السيخ او النهاية بتاعته توزيع الفرص عليه بيساوي 0 الفرص بيبدأ يزيد لغاية لما بيوصل القيمة T هي دية المسافة اللي بنتكلم عليها ونقول عليها بتساوي LD او development lens طيب بيتحسب ازاي LD فبنقول من توازن الفرص ان التنشن فورس لازم يزاوي البوند فورس في الحالة دية ده التنشن فورس اللي هو عبارة عن الارية بتاعت البار مضروبة في ال f وي مينس البوند فورس عندي باي في المساحة السطحية بتاعت السيخ في البوند سترينز من المعادلة دية بنوصل ان ال LD بيزاوي f وي في الديامتر بتاعت البار على 4 ميو sources of bond transfer يعني ايه الاشياء اللي عندك اللي بتنقل الحملة بين الحديد والخرصانة اول حاجة بنقول ال adhesion اللي هو التلاصق بين ال concrete و reinforcement الحاجة التانية لفريكشن طيب تعالى نتكلم على mechanical interlock ايه المقصود mechanical interlock اللي هو التداخل بين الحديد وبين الخرصانة ده السيخ اللي عندي الحلقات ديات اللي احنا بنسميها rips ده اتجاه الفورس عليها بالنسبة للخرصانة حيبقى اتجاه الفورس اللي عندي عكسي في الحالة ديات الفورس ديات لو هي تحللت هتبقى بالشكل اللي انت شايفو ده هيبقى فيه force longitudinal و force radial ادي توزيع الفورس اللي موجودة على السيخ نكمل هنا الفورس اللي هي interaction between the steel والconcrete ده اتجاه الفورس العرب الفورس دي بتتنقل اتجاه عكسي على الخرصانة الفورس دي بتتحلل يبقى ده الاتجاه بتاعها سواء ده الاتجاه الradial او longitudinal نخلي بقى هنا ان اللي ممكن تحصل في البلاطة بتطع result in loss of bond transfer بمعنى ان البوند transfer عندي قيمته بتقل reinforcement can be used to restrain these cracks وده شيء طبيعي ان احنا بنحط حديد التسليح لمقاومة الشروخ اللي ممكن تحصل في البلاطة عندي the splitting load is affected by العوامل المؤثرة على قيمة the splitting load اول حاجة بنسميها minimum edge distance المقصود بيها ادي السيخ اللي عندي واد الedge المسافة دي بنسميها edge distance and the spacing of bars ادي السيخ تاني المسافة بينهم هي عبارة عن s فبنقول لو انا عندي smaller distance الكلام ده بيساوي smaller load يبقى لو انا عندي المسافة صغيرة يبقى اللود اللي حيتنقل هيبقى load اصغر حاجة تانية تنسى the strength of concrete كل ما تنسى the strength بتاعت الخرصانة تزيد كل ما اللود اللي ممكن يتنقل يزيد رقم 3 average bond strength along the bar فبنقول increase in bond strength ده بيؤدي الى larger waging force بنتكلم هنا على failure mood اللي ممكن تحصل في البلاطة او في الكاميرا عندنا تلاتة معاملات side cover والمسافة بين الاسياخ والbottom cover دور التلاتة factors اللي بيأثروا على شكل الانهيار في الحالة ديت لو حصل الانهيار زي ما احنا شايفين الانفصال دوت فبنقول امتى يحصل لو side cover و half the bar spacing يعني نص المسافة بين الاسياخ less than less than cover طب الحالة ديت امتى تحصل اللي هو يحصل في الكورنر عندك بنقول لو side cover بيساوي bottom cover both less than half the bar spacing اي واحد فيهم اقل من نص اس طب الحالة التالتة امتى تحصل لما يبقى bottom cover عندك المسافة دي اللي هي bottom cover less than side cover and half the bar spacing اللي هي المسافة بين الاسياخ دي برضو بتوضح الانهيارات هنا بيحصل splitting للجزء السفلي whole layer suddenly split after initial horizontal split at sides بعد ما بيحصل هنا انفصال الطبقة دي كلها بيحصل لها عملية split او يحصل هنا عندي الانهيار بالشكل اللي احنا شايفين دوت امتى يحصل الكراك بيحصل بالشكل دوت بعد كده بيحصل له propagation يحصل انهيار في الجزء ده او الكراك يحصل هنا بعد كده يحصل له propagation فيحصل انهيار في الجزء اللي احنا شايف